ماذا لقب عثمان بن عفان بذن ورين تعددت أقوال المؤرخين وأصحاب السير في سبب تسمية عثمان بن عفان رضي الله عنه بذن ورين فقيل لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقي وأم كثوم وقيل إنه ينادى بذلك اللقب في الملأ الأعلى وروي إنه سمي ذلك لأن برقتين تبرقان له في الجنة حينما ينتقل من منزل إلى منزل وذكر الإمام أبو الحسن القزويني روايتان في سبب تسمية عثمان بن عفان بذن ورين أحدهما لأنه كان كريما في الجاهلية وكريما في الإسلام وفي رواية أخرى بسبب اجتهاده في العبادة حيث كان يختم القرآن في وتره فعرف بذن ورين لنور قيامه بالليل ونور قراءة القرآن الكريم كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه كثيرا من الفضائل يذكر أنه أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة له رضى النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته شديد الحياء وعظيم السخاء والبدل والإنفاق في سبيل الله تعالى فقد أنفق ماله في تجهيز جيش العسرة كما اشترى بئر معونة وجعله وقفا للمسلمين في المدينة حكم الأمة الإسلامية 12 سنة فاتسعت خلالها رقعة الدولة الإسلامية وفتحت كثير من البلدان جمع القرآن الكريم على حرف واحد استشهد العثمان بن عفان رضي الله عنه مضلوما على يد جماعة من البغات أرادوا إيقاع الفتنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يثبت من قتله والثابت أنهم حصروا في بيته وكان ذلك يوم الجمعة اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من سنة 35 للعجرة وكان عمره أنذاك 82 سنة ودفن رضي الله عنه في مقبرة البقية